من البداية أنا من أنصار أن العائلة تتعلم لغات قدر الإمكان ومن أنصار أنه الناس تعرف أكتر من لغة كويس؟ طيب بس في النهاية ده رأينا يعني السؤال بقى هل تعلم اللغات قدر الإمكان في مصلحة الولاد؟ ولا أنه ده هيأثر على اللغة الأم يعني في حالتنا مثلا إحنا في مصر بنتكلم عربي هل لو علمنا أولادنا لغات كتير في البداية كده وهم لسه داخلين مدارس إنجليزي وفرنساوي وألماني وروسي وصين يعني أي أن كان أنت بتحب تتعلمهم إيه أو المدرسة بتتديهم إيه أو أن أنت مستعد تدفعهم لأنهم ياخدوا كورسات في الإيه هل ده هيأثر على اللغة بتاعتهم الأم الرئيسية؟ ولا لأ؟ نشوفها يتقلق خلونا الأول نرحب بضيوفنا داخل الستوديو دكتور شيرين درديري استشاري علم النفس السلوكي أهلا بيك يا دكتور إزاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله أستاذ حسام مصطفى إبراهيم الكاتب المتخصص في شؤون اللغة ومؤسس مبادرة اكتب صح زك يا أستاذ أهلا بيك عمل إيه؟ كله تمام؟ اكتب صح دي مهم قوي ده الواحد بيشوف نهازل أو الله العظيم طيب هستأذن نبدأ بدكتور شيرين أيهما أفضل؟ نعمل إيه؟ الأفضل أن احنا نعلم الأولاد عدة لغات فيما قبل سن لغات سن الست سنين لأن بعد ست سنين بتبتدي الدوائر بتاع الخلايا بتاعة المخ تنتقل إلى الدوائر المعرفية المعارف العامة فسرعة تعلم اللغات فيما قبل الست سنين بتكون بدرجة أسهل من بعد العمر ده معدل استيعابه لتقبل اللغة بيبقى أعلى بالضبط إنما الجزئية لحضرك ذكرتها إن هل بيؤثر تعلم عدة لغات على اللغة الأم اللغة اللي هيمارس بيها أنشطة الحياة الطفل اللي قبل الست سنين هي اللغة اللي هيتقنها لكن مفيش مشكلة إن هو يتعلم لغات قبل السادسة أخرى غير اللغة الأم لكن اللي هيتقنها قوي هي اللغة اللي بيمارس بيها أنشطة الحياة اللي بيتعامل بيها مع أسرته وجدانه لكن مفيش مشكلة إن الطفل يتعلم اللغة وده يفضل قبل الست سنوات لإن بعد الست سنوات بيحصل صعوبة في تعلم اللغات من ستة العشرة والعشرة بتزداد الصعوبة لإن خلايا المخ بتكون متقبلة أكتر للتعلم المعرفي الإدراكي عن تعلم اللغات والحقيقة في الصدد دا ينبغي إن أنا أنوى إن الإنسان بصفة عامة يتمكن أو عنده القدرة إن هو يتعلم عشر لغات في حياته والأشخاص اللي متعلمين العشر لغات بتكون عندهم المادة البيضة بتاعة الخلايا بتاعة المخ والإدراك في زيادة عن الشخص اللي بيتعلم لغات أقل وبالتالي بتحميه على المادة الطويل من حدوث زهايمر بس عشر لغات دا دا طبعا دا حاجة أيديل يعني دا نموذج أيديل بنكلم عن الإنسان مش الطفل إنسان بواجهة عين دا كده الإنسان الخارق عشر لغات دا موئد كتير يعني عنده قدرة عنده قدرة على كده وده كمان هيخليه عنده القدرة أكتر إنه هو يحميه من الزهايمر لأن المادة البيضة بتاعة الخلايا بتاعة مخه بتكون أقوى فبالتالي بتحميه من إنه هو يحدث ليه عملية من الزهايمر على امتداد العمر أنا أتعلمت لغات كتير بس الزهايمر عندي شغال الله يمور آه والله